مرحبا واضح أنا اسمي فايا يونان مغنية سورية عم ناتيك اسمعني عم حاكيك فهمك إذا نلتو من كلودة فالكل هايين كلو الذي فوق التراب ترابو من قيمت بغني من بتقلي الماما على حسب معلومات يعني موثقة بأنه وقت كان عمري سنتين ثلاثة بلشت غني دغري يعني ما وفرت وقت بلشت على اليوتيوب يعني كنت حط فيديوهات أنا وعا مغني بغرفتي شوي دندنة على البيانو فمن ورا قناتي على اليوتيوب بلشت حط فيديوهات ما كانوا ينتشروا كتير إنو خمسمائة فيو كنت أنا أطير من الفرحة إنو واو شوي شوي بعدين عملت فيديو مع شقيقتي ريحان لبلادي وهذا الفيديو كتير انتشر وهيك عمل ضجرة طربت قان فكنت المجدا في طرابي حلا أنا درست شي كليا مختلف يلي هو سوشل ساينزز أو علوم اجتماعية شي جدا مختلف وبآخر سنة بلجا مع بلفحوصات قررت افتح قناتي على اليوتيوب يعني هلقد كان راسي بغير محل ودائما كان حلمي إنو غني بس مش عارفة كيف يعني متل اي حدا بيحس هيك نوع من الأحلام كتير بعيد وكتير صعب يتحقق اقترح علي حسام عبدالخالقي اللي هو مدير الفنون اقترح علي بوقت فكرة التمويل الجماعي طبعا أنا ما كنت سامعة فيها وحتى بوقتها قلت له كيف يعني بدنا نطلب من يعني من نحط حملة تمويل لأغنية فأعملنا هالحملة ونشحث وجمعنا المبلغ المطلوب لنعمل أحب يديك اللي هي كانت أول غنية لألي وحبوا يا ديك وحبوا يا ديك وأكثر يا أكثر وحبوا بلادي العائلة هي لسه بتضحك إنو عائلتك كتير بتكون داعمة لأليك بنفس الوقت كتير خايفة عليك يعني أنا ماما وبابا بيكونوا دايما قاعدين أول صف فأنا وقتا شوفهم بالحفلة هيك هالأدعم يزقفوا عن جد مبسوطين وهيك ودعمين بقولي إنو دول نفسهم اللي أحيانا بيحاولوا يقنعوني إنو يا بنتي بلالك هل وجعت الراس وعرفتي فالأهل دائما بديلمة أو بحيرة لأنه هو المجال الصعب عن جد في كتير ضغط نفسي بالنهاية بأي مجال بتتعرضي لأساس بتخليكي تقولي لأ خلص 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 معاعد بدي لأسا كلها لا تخف إنت أخبر قلبي عليك أنا ما أضعت السبيلة ولكنني في الطريق إليك وجدت الطريقة طويلة بتمنى يعني أنا ما فيني أجزم إنو أنا شخصية مؤثرة ما بعرف بس بتمنى كون يعني أنا بالنسبة إلي إذا بتجي لقصة إلي إذا أدرى أسر بشخص أو اثنين أو ثلاثة بالنسبة إلي هذا تأثير رسالة لكل شباب وصبايا جيلي والحلم في القلب صنه لا تشغل العين عنه فنحن بالحب نزه ونحن بالحلم نبني غني يا قاتلي ودها أحييت لديها كل الأغاني سدا سدا إن لم تكن فيها إن لم تكن فيها